سالة للشباب لا شك ولا ريب أن نعيش في زمن تموج فيه الفتن كأمواج البحر نعيش في زمن تعرض فيه الفتن فتن الشهوات وفتن الشهوات على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأي يوم قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قيبين كما أخبر عليه الصلاة والسلام قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مربادا كالكوز مجاخيا لا يعرف معروفا لا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومن تلكم الفتن المنتشر في هذا الزمان فتن الشبهات والتي يهتم بها أعداء الإسلام من أجل أن يبسوها في نفوس وعقول الشباب تلكم الفتن التي تتخطف الشباب من اليقين إلى الحيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله من الإيمان الرازخ إلى التزبذب وإلى التشكك في دين الله تبارك وتعالى هي مؤامرة تدور على الشباب فما أحواجنا أن نتثبت بدين الله تبارك وتعالى ونتحصن بدين الله تبارك وتعالى ولا نشكك في دين الله تبارك وتعالى أصبحنا نرى الآن على مرأة ومسمع من الجميع على وسائل الإعلام نرى من يشكك في أصول وتوابة هذا الدين نرى موجة عالية من الحاد منتشر في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله ليس هذا بعيد بل ما نحياه في هذه الأيام وحديث الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى عن تحويل القبلة في هذا الزمان ونحن في منتصف شهر شعبان حتى أصبحنا نرى في هذا الزمان يشكك ومن يثير الشبهات حول حادثة تحويل القبلة وأصبحنا نرى ونسمع من يثير الشبهات حول حادثة الإسراء والمعراج وأصبحنا من نرى من يثير الشبهات حول عذاب القبر وحول ثوابة هذا الدين فاسمحوا لي في هذا اللقاء اللي جعلته تحت عنوان حصون أن نتحدث عن معنى الشبهة وما معنى الشبهات ولماذا انتشر الإلحاد في هذا الزمان وكيف نرد على من يثير الشبهات وكيف نرد على من يقول بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف وبأن الإسلام قد انتشر بالقتل وكيف نرد على من يثير الشبهات فيقول بأن حديث التحويل للقبلة هي أخذت مكانة المسجد الأقصى لو أن المسجد الأقصى له مكانة لما حولت القبل من مسجد الأقصى إلى مسجد الحرام كل هذه الشبهات وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان حصون